النهاردة شايف الرئيس الفرنسي ماكرون بيستقبل المستشارة الألمانية انجلا ميركل في نفس المكان في نفس الغابة في نفس اهو في نفس الغابة وفي نفس المكان اللي فيه تم توقيع اتفاقية الهدنة والازلال بين فرنسا وبين ألمانيا وبعد عشرين سنة زي ما قلت لكم هتلر عمل نفس الاجراء مع الفرنسيين وازلهم على نفس العربة ثم اخذ هذه العربة وقام باتلفها وحرقها في احدى الغابات الالمانية في مدينة برلين تم اصلاحها والان كأنها رمز كأنها رمز ليه السلام ورمز ليه الحكمة الاوروبية التي عادت من جديد بعد حربين الصور احنا شايفينها ده الرئيس الفرنسي ماكرون بيستقبل في نفس الغابة اهي الغابة اللي قدامنا كل زعماء العالم لكنه بيستقبل على وجه الخصوص المستشارة الألمانية ليعيد بعد مئة عام بعد قرن من الزمان نفس المكان اللي كان فيه ازلال فرنسي للألمان ونفس العربة اللي كانت ازلال فرنسي للألمان ثم رد الازلال الألماني للفرنسيين بعد كل هذا التوقيت بعد مئة عام بيجلسوا معا ليوقعوا على وثيقة تسمى الوثيقة الزهبية التعاون الفرنسي للألماني ومقت الحروب وقراهية الحروب والبحث عن رفاهية الإنسان والبحث عن أسس السلام ده شغال في أوروبا في هذا التوقيت ده قوس النصر النهاردة الاحتفالات الفرنسية والاحتفالات الأوروبية والاحتفالات بالنصر للحلفاء على المحور في هذا التوقيت زي النهاردة من مئة سنة تم إيقاف الحرب زي النهاردة من مئة سنة تم توقيع الاتفاقية الهدنة بين الألمان والفرنسيين بين الحلفاء والمحور زي النهاردة من مئة سنة كان هناك ضحايا في القرى الأوروبية اللي احنا بنطلق عليها الآن القرى العجوز ضحايا بمئات بمئات الالوف وصلت الى في كل بلد من البلدان حتى وصل الاجمال الى زي ما قلت 18-19 مليون